بتقول على فكرة الزوج اللي بيحكي أسرار بيته أنا أتعامل مع إزاي كزوجة؟ دي الحقيقة آفة وإحنا كنا بنعيد دايماً على الست اللي هي بتطلع أسرار البيت نونما الست من طبيعتها خفيفة الكلام يعني يعني ما بيصنش سر مثلاً إنما العجيب إن أحياناً تجد أجل مش عايزين نعمة برضي يا مولانا تجد عادس نعم لا ألا هناك سيدات عقلات جداً أعقل من الرجال في هذا الأمر بدليل هذه المرأة اللي بيفشي السر هو الرجل وهي تحسن من ذلك فده عجيب جداً الآية منقلبة فلابد للمرأة وللرجل أن يصون كل منهما سر الآخر البيت ده يعني أشبه بالمكان الآمن اللي بتأمن فيه المرأة على نفسها مع زوجها ويأمن فيه الرجل على نفسه مع زوجته كل منهما له سر مع الآخر لا ينبغي للرجل أن يفشي سر امرأته ولا ينبغي هي أن تفشي سر بيتها وإلا ستحاسب وهو أيضاً سيحاسب أمام الله سبحانه وتعالى على ذلك